السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان. ومكملين مع بعض. هنزاكر مع بعض. ان شاء الله اشرحه معكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ تمنى تعملوا لايك الفيديو. لأول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. يلا نبدأ مع بعض. زي ما شايفين معي ده السنة للنهاردة طبعا فيه جزء خاص للاطلاع. وده بالنسبة للعام الحالي عام الفين تلاتة وعشرين. تمام? طيب ايه الجزء الخاص للاطلاع يا ميس? عندنا الجزء الخاص بالمسائل الكلمية. طيب هتشرحيه ولا لا? اه انا ان شاء الله هشرحه في الفيديو ده. هشرح جزء كده معين في المسائل الكلمية عشان نكون فاهمين كل جزئية موجودة في الكتاب. تمام? طيب فيه جزء تاني للاطلاع في ويونة ده ويميسها ما فيش? لا. خلاص كده الاجزاء الاطلاع في الوحدة التسعة. حده هيكون اخر جزئية معايا في الجزء الاطلاع. تمام? باقي الدروس في الوحدة مفيش اي حاجة تانية فيها للاطلاع. طيب يعني اي صفحة يا ميس الصفحة دي. تعالوا كده معي هنا. شايفيني المسائل الموجودة في بيتج وان هندرد ناينتين. البيتج دي هي للاطلاع فقط. يعني مش مقرر علينا ان احنا نحل المسائل الكلامية في البيتج دي. وكمان البيتج اللي بعدها على طول. تعالوا شوف كده مع بعض المسألة دي. المسألة دي هي المسألة اللي هنفهم عن طريقها الدرس بالكامل. وهيكون خلص الدرس بتاعنا بالكامل برضو. شايفين معي؟ two divided five. انتو ما بتفكركمش المسألة دي بحاجة. ها. اكيد طبعا كلكم هتقول يا ميس two divided five معناها كده. two over five. صح? مش انا دايما كنت بقول لكم اني دي two divided five. فاكرين? لما كنا بناخد مسائل مسلا عندنا six over five. كنا بنعمل اي? كنت بقول six five. صح? يبقى هي هي عندنا ممكن اكتبها بالشكل ده. وممكن اكتبها بالشكل ده. تمام? ازاي امثل two divided five دي عن طريق المودلز عن طريق النمازج. تعالوا معي عندنا two divided five. يبقى انا بعمل كده two whole. بالشكل ده. كده one. وكده two. بيقول لك قسمها على five. ما two divided five يعني two متقسمها على five. على خمسة. يبقى هنا عندنا كده one. كده two three. كده four five. one two three four five. هنا كمان كده one two three four five. وكده عندنا five. يبقى كل واحدة من دول كام دي عندنا بتمثل one over five. one over five. one over five. ودي one over five. وهكذا. كده انا اسمتها على كام? اسمت. دول على كام? شايفين معي? كل واحدة من دول بتمثل لي one over five. ما هي دي كام? دي عندنا كده دي كلها. دي one صح? ودول كام عندنا one two three four five. يعني one over five. كل واحدة من دول بتمثل لي one over five. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا بالكامل. مام? طيب. تعالوا نحلوا مع بعض كده. شفتوا معي درسنا ازاي? سهل وبسيط. تعالوا هنا معي في الجزئية دي. طيب. تعالوا طبعا هنا جايب المسائل بيقول ذا. يعني بالة من القطن يعني تقسمت عن طرمصانة. تعالوا مع بعض هنا بيقول two. تمام? التو دي تقسمت على تلاتة. يبقى هقول two over three. فينها هنا معي? اهي. عندنا اللي هي C. لانها تقسمت على تلاتة. يبقى انا هقوله دي معناها two over three. طيب هنا. three pills of cotton shared by manufaktures. تلاتة بالة من القطن تقسمت على الكنين من اللي هي المسانع دي. يبقى عندنا هقول three divided two. ما هي تلاتة دي بيقولك shared by. تقسمت على بيقول اتنين. يبقى three divided two. تمام? اللي هي اتش. اللي بعدها three pills of cotton shared by two manufaktures. خمسة من القطن ندري تقسمه على ستنين. يبقى هقول five divided two. تمام? اللي هي دي. اللي بعدها three pills shared by five manufaktures. تقسمت على five. يبقى three divided five. اخر واحدة اللي هي ايتش. اللي بعدها two pills of cotton shared by four manufaktures. يبقى قوله two divided four. sorry two divided four. two pills of cotton shared by five manufaktures. اتنين تقسمه على خمسة. يبقى تقول two divided five اللي هي فوق عندنا بي. تمام? طب عندها ما تشيوصل. تعالوا هنا مع بعض كده بيقولك ايه? جايب هنا عندنا المعادلة. وهنا الاجابة وهنا عندنا عاوزة هنستخدمها عن طريق تعالوا مع بعض ازاي? اول حاجة عندنا شايفين معايا دي ايت دي فايدت فايف ايكوز. ما دي ايت دي فايف او ايت اوفر فايف. معناها ايه? دي عندنا ام بروبر. دي ما بنحولها. ده كلام قديم. فاي عندنا دي فايف ايكوز بحط الفايف هنا. واقول ايه? ما ينفعش. بنزل تحت شوية. هلاقي سيف ما تنفعش سكس ما تنفعش. فايف او. فايف دي فايف عندنا بوان. ونزلت كام? نزلت ثري. بحط هنا كده ثري. تمام? طيب حاجة هنا بيقولك استخدمها عن طريق الالجوريزم. فاكرين اللي هي عاملت القسمة المطولة دي. تمام? دي بقى انا هعملها بالشكل ده. واحط طبعا هنا بيقول دي فايف. هحط كده الفايف هنا. واحط الايد هنا. لما اجي اقول ايه دي فايف نفس الطريقة اللي انا حليت بها دلوقتي هي نفسها الطريقة دي. تمام? تعالوا هنا. هقول عندنا ما تنفعش. هعمل ايه? هشوف عندنا مين عندنا اقرب حاجة اللي لقيت? لما كنا بنعمل فاكرين كنت بقول عندنا تاني. مين اقرب حاجة عندنا? اقرب حاجة اللي هي الفايف. عندنا بكام بوان. عندنا مينوس فايف هيدينا سري. دي قسمة مطولة. فبالتالي عندنا الناتج هقول سري اوفر فايف. تمام? يعني عندنا عندنا فيه طبعا هنا وان هول. يبقى وان هول اين سري اوفر فايف. ما دي سري هلحطوه فوق. ودي الفايف اللي هو عندنا الديفايزر. والوان اللي مفقود من فوق ده هو الهول اللي هنزله معي في المسألة. تمام? تعالوا احنا مع بعض ده اخد واحدة كمان. عندنا سيكس دي فادي سري. هنا سيكس اهي دي فادي سري. معناها كده. طبعا يا ميسم احنا عارفيني سيكس دي فادي سري حد دينا تو. خلاص خلصت. تعالوا نعمل لها عندنا هلحل لها هنا. اهي سيكس وعندنا دي فادي سري. سيكس دي فادي سري حد دينا كم? هد دينا سري. هد دينا سيكس. سيكس ماينس سيكس. هيد دينا زيرو. المسألة بتاعتنا خلص. تمام? خلاص كده عندنا الجزئية دي. هنا عندنا ناخد كمان. سري دي فادي تو. اهي عندنا سري دي فادي تو اكوالز. قلنا كام? قلنا بنحط هنا. او معناها نحط الاول سري اوفر تو بكده نحل. فهنا سري دي فادي تو اكوالز بنازل وعندنا ماينفعشي. هنزل تحت شوية. هلاقي دي فادي تو عندنا نزلت ايه? نزلت يبقى تعالوا نكتبها عن طريق وحط طبعا هنا وثري هنا. سري دي فادي تو ماينفعشي. مين طيب تحتها عندنا تو. دي فادي تو. حيدينا ون. ون طايمز تو. حيدينا كام? حيدينا تو. تمام? هحط كده عندنا الخط بتاعي. وقوة سري ماينفعشي عندنا ون. طيب ون عندنا كام? عندنا ون. يبقى مساءلتنا خلاص كده خلصت. هحط دي بحطها هنا. والون اللي هو ده بحطه فوقه. عشان ده بحطه فوقه هنا. والون اللي ما موجود من فوق ده هو اللي انا بحطه من هنا. يعني ده بحطه فوق في في اللي فوق ده. وده عندنا بحطه في اللي هو ده. تمام? تعال حلمه. هي المسائل الكلامية? طبعا دي لاتطلاحة فقط. لكن انا برضو هحلي كده منها مسألتين تلاتة. سعر تمن تقلام بيقول اتناشر جنيه. التمن تقلام بيقول سعرهم اتناشر جنيه. عاوز سعر كل الام. ده انا هقول له 12 divided 8. عاوزين نعرف كل الام كامة وكل الام ده بكام معناها ان احنا هنقسمها على تمانية. فهم سعرهم كلهم 12. واحنا هنقسمها على تمانية عشان نعرف find the price of each pin. عاوزين نعرف سعر كل الام كامة. تمام? يبقى هقول 12 divided 8. هي هي معناها كده 12 over 8. تعال نحلها. بنزل عندنا ال 8. وقول 12 divided 8 ما ينفعش. عنزل تحت هلاقي 11. ما تنفعش. 10 لأ. 9 لأ. 8 divided 8 بوان. ونزلت كام? نزلت عندنا فور. ممكن نخلي دي في وان ودي فور بوان. وفوق اي ديفادي فور اكوالد تو. ففي النهاية عادي دينا وان انا ها في ال. تمام? ال ايه? يعني جنيه. تمام? بس كده. طب دي ديفادي سري بيتزا امانج فايف بيرسنز اكوالي. قسمنا تلت قطع بيتزا على خمسة بالتساوي. فعاوز يعرف what is the share of ايتش بيرسن. كل واحد اخت كام? هي كام بيتزا عندنا تلتة بيتزا. هنقسمها على كام? هنقسمها على فايف. هو الكلام اللي بيكتوب ده انت رجمته. اكوالد. يبقى عندنا ثري اوفر فايف. هادينا ثري اوفر فايف. هاقول له بيتزا. تمام? هنا اف يو وانت تو ديستريبيوت. لو انت وزعت اتنين وعشرين لترز اوف ايل. اتنين وعشرين لتر من زيت. في ست زجاجات بالتساوي. يبقى انت وزعت اتنين وعشرين على ستة. تمام? اكوالد. هاقول توينيتو اوفر سكس. طبعا هو عاوز يعرف. اف اويل ان ايلش بوتلز. يبقى انا هاقول له تو اوفر سكس. تمام? معناها بالشكل ده. اكوالد هنزل السكس. تويني تو ماينفعشي. تويني وان ماينفعش. تويني لقى. عندنا بعد كده نوينتين لقى اتين اه اتين عندنا سري وانزلت كم نزلت فور. يبقى اقول له سري انا اخليها انزل سيمبل استفورم الفور دي ديفادي تو هادينا عندنا سري يبقى دي كده. تمام? طيب. تمام? خلاص كده عندنا. احنا كده خلصنا الداست بتابل كامل. على اخر حاجة هنا نحل المسائل دي. تعالوا هنا. اكسبت دي بتساوي ايه? دي معناها اللي هي دي. ودي تو طايمز فايف تن بلاس تو تولف اوفر فايف. تمام? ودي معناها قبل كده دي معناها تو ان تو اوفر فايف. فتو طايمز فايف تن بلاس تو تولف اوفر فايف. يبقى المختلفة الوحيدة اللي هي ايه? اللي هي الاجابة دي. يبقى انا هاختار دي. يعني يقول الراكسل المفقود في المسائلة دي. تعالوا هنا. حقوبين معي هنا مين? عندنا هنا يبقى حط دي من فوق. وطبعا احنا عندنا على فايف يبقى اللي هي دي. طيب. هنا سكس تايمز تو تولف. تولف بلاس وان حيدينا سيرتين اوفر تو. شايفين معي يقولي سيرتين اوفر تو? اهي طوقة عندنا هاي يبقى الرقم من معي كام? سيرتين. تعالوا هنا. لو احنا قسمنا سبع برتقرنات امونج فايف بيرسنز على خمسة. يبقى كل واحد هياخد كام? هقول سيفن اوفر فايف. عندنا سيفن اوفر فايف. ما فيش طبع هنا سيفن اوفر فايف. يبقى انا هقول حط الفايف. ما ينفعش. هنزل تحت شوية. هلاقي سكس. ما ينفعش. اه. فايف ديفايد فايف بوان. وانا نزلت كام? نزلت تو. يبقى حط التو دي. يبقى عندنا دي الاجابة. تمام? هنا كل التعبيرات دي بتساوي بعضها مع عدمين. تعالوا نشوف. عندنا تمام. لكن ما تدفعش. هنا في سيفن تختلف. دي غير دي. تمام? هنا عندنا هدينا وديه وديه يبقى عندنا المختلفة ما بينهم اللي هي دي. هنا اف ساندي بوت لو اشترت فايف كيلو جرام من اللحمة. بيقول اشارت خمسة. وعاوزة تقسمهم على اربعة بالتساوي. يبقى كل واحد هياخد كام? يبقى عندنا هقول فايف ديفايد فور. عندنا طبعا ما ينفعش هنزل الفور. هقول فايف ديفايد فور ما ينفعش. هنزل تحت شوية هلاقي فور. فور ديفايد فور عندنا وان. ونزلت كام? نزلت وان. يبقى عندنا وان اون اوفر فور. اللي هي دي. تعالوا هنا. فورتين ديفايد فايف. بيقول اكوالز عندنا بلاس تو. طيب تعالوا كده مع بعض هنا فورتين اوفر فايف. تمام? هقوله اكوالز. هنزل الفايف. وهقول فورتين ديفايد فايف ما ينفعش. نزل تحت تسيرتين لقى. 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 لقى عندنا تن. فهنا هقول تن عندنا تو. ونزلت كام? نزلت يبقى هقول عندنا شايفين معي? اللي هي دي. وانا نزلت عندنا بتاعي كان اللي هو ده. هنا عندنا بيقول توالف ديفايد ايت. اتوالف ديفايد ايت. اكوالز هنزل الايت. واقول ما ينفعش. هنزل تحت متنفعش. تن ما تنفعش. نايم ما تنفعش. اه عندنا ايت اه ايت بوان. ونزلت كام? نزلت фور. لا هلسه عاوزنا كمان بيقول وان. يبقى انا محتاج ان انا خليها انزل سمبل استو فور. يبقى هقول عندنا احكتبه هنا. هقول وان هتنزل. وفور بوان. واني ديفايد فور اكوالز يبقى شايفين معي الاجابة اللي هي ايه? تمام? كده هيكون خلص درسنا النهاردة ان شاء الله انتظروني الفيديو القادم هيكون اخر الفيديو معايا في يونت اتنين.